في ظل التطورات الامنية الحاصلة في شمال بابل آخرها تفجير عبوة ناسفة على عدد من المواطنين واستشهد عدد كبير منهم يؤكد مسؤولون أمنيون على أن الجيل الرابع للعصابات الإرهابية هو المسبب الرئيس لمجمل هذه التطورات ومنها عمليات الاختيال طبعا إحنا لو كنا مركزين أو مشخصين هذولا بشكل مباشر ما كان يبقون لأنه كان أكيد يصير إجراء قانوني تجاههم لكن إحنا من خلال استقرارنا للوضع من خلال عملياتنا الاستخبارية نقول أكيد أكون موجودين وأحنا عدنا عمليات متابعة مستمرة أخذ التنظيم يلتجي يعني هس كل أعماله هي عمليات انتحارية احنا نعرف قبل فترة كان يستخدم العجلات المفخخة اللي يتركها بالشوارح السلاح التجاه إلى الاسلوب الانتحاري وقاعد يستغل أعمار صغيرة اللي يتراوح 16-17 الجيل الرابع للقاعدة اللي هم أبناء اللي قتلوا على يد أجهزتنا الأمنية وتتحدث المصادر الأمنية على أن هذا الجيل من الإرهابيين هم من أبناء القاعدة وداعش الإرهابية الذين قتلوا على يد القوات المسلحة والحيفز الشعبي أعمارهم تتراوح بين 15 عام و25 تتواجد هذه الخلايا في شمال بابل وبالتحديد في حزام بغداد أيضا نحن عندنا حقيقة حزام بغداد وشمال بابل ثغرات مفتوحة خصوصا حالات انطلاق التنظيمات الإرهابية حواظ موجودة بسبب ردة الفعل والتأجيج الطائفي والإعلام المضلل هذه كلها دور بالأعمال التخريبية والإرهابية اللي قاعدة تصير وأصدرت الجهات القضائية أوامر قبض بحق عدد منهم اعترفوا بتنفيذ عملياتهم الإرهابية ومنها تفجير الحصوة وسيطرة الآثار وكذلك عمليات إرهابية أخرى في عامرية الفلوجة الجيل الرابع للتنظيم الإرهابي نشأ وترعرع في مناطق شمال بابل خاضر عديد من المعارك في منطقة الجرف البحيرات قاتل سابقا مع القاعدة ثم تحول إلى تنظيم داعش الإرهابي هذا الموضوع يحتاج إلى متابعة دقيقة من الجهد الاستخباري والأمنية من مناطق شمال بابل أحمد عماد قناة بلادية